إلى أخبار الجزائر العميقة الآن مع ظهرة الأحلام الشواربية مساء الخير مساء النور ياسر أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد المحلي بدايته ستكون من شرق الوطن أين فرق أمس الطفل عبد المهيم رحمون والذي ينحضر من بلدية ودنيني بأمب واقع الحياة بعد زيف حد ومتفاقم تسبب في فقدانه لوعيه وحسب والده الذي نقله على جناح سرعة إلى مستشفى محمد الصالح زرداني أن هذا المستشفى رفض التدخل في شأن حالته بسبب عدم وجود أطباء مختصين ليتم نقله لمستشفى ابن بديس بقسنطينة أين لفض أنفسه الأخيرة بعد خلوه من الدم الذي تسبب فيه النزيف الحد فخر الدين الرأي عديته لسبيطار طعين بيضع عديته لطبيبة عمرض الدم عزيون قال نستنا فيها طولت ريحت حوالي لما كان شفيت الساعة وانا نستنا فيها نستنا فيها نستنا فيها شفيته يرفو قتليني عندي غاشي ولواش قاعد عندها خدمة قاعد نستنا في الكل وار دوه لأ السبيطار طاق سنتينة قاعد تغير كاك قاعد حتى الدم الدم اللي دم بهجبوهول وجابوهول ورطار خلاص حتى كي قاعد يخرج في الروح هو الدم وجهه صفار خلاص قطرت عدم ما عطوهولوش قدموا نيداء السيد ووزير الصحة والسكان سي عبد المالك بوذياف والمسؤول الأول على قطاع الصحة ونوجه نيداء السيد والي ويليتهم البواقي السيد عبد الكريم عبد الحاكم شاطر باش يدخلوا ويحطوا ووضعوا حد لهذا التسيب وحالة الإهمال وحالة لمبالات لبعض من الأطباء ما نقولوش من عمموش وبعض المسؤولين اللي يرتاكبوا جريمة في حق الطفولة لمو في هذا لازم وش يدير لازم يطحر يدير الخيتان تعو كينا 48 ولاية 47 ولاية ختمت المرضى تحها بكل احنا نهار جينا باش نختم المرضى تعنا تعمدين تعينا البيضة لقينا صعوبات نشير فقط أننا حاولنا الاتصال بمسؤولية المستشفى وكذلك مدير الصحة لولاية أمبواقي إلا أنهم رفضوا التصريح أو تحدث في هذه القضية نمر الآن إلى ولاية مستغان محادثة اختفاء أخرى تعرفها مدينة حجاجة فبعد الغياب المحيرة الذي تجاوز مدة شهر لبلال ومخترها هما شبان أخران يبلغان من العمر 17 سنة يختفيان في ظروف غامضة أنيس بن حلوة شهنة سيسوي هي آخر مرة ودعت فيها عائلتي أفغل وبلاح فلدة كبدهما البالغان من العمر 17 سنة والمتمدرسان بمتوسطة بلدية الحجاج بمستغانم بعد حصولهما على نتائج متواضعة خلال الفصل الأول أخرج هو أصحابه كل عادة راح يدور من وصل المغرب ما نقارعه ما باش هنا نحوش لحق 9 ساعة تالية 10 ساعة تالية ما باش بلال ومختار غادر في صمت دون ترك أي رسالة عن مكان تواجدهما ليتجند الجميع في البحث عنهما بنشر صورهما بالمقاهي والأماكن العمومية لتبقى كل الاحتمالات واردة وصلهم من البحر حجاج هو برحوه وقال لي قال لي هوا ديستهم الديهم هوا زوجوا الدي الماكلة تعستيطة على الناس ونثل ما قلعوا راح احتل الكابر السفر وفي الكابر السفر بغاو يدو أحد الفلوكا بسرح ما صابوش عندها لا موتر لا مقدف حاولو حسنا هودن البحر ما مطلقنا تبلاسا قابلاس راحنا لهم مكاش معين نسقسي معين أي ضربتها كهد شهرا كولان دي حل فيسبوك حل فيسبوك تعذا السحبة لا يزال يكتنف القضية على أمل عودتهما سلمين غانمين وإنهاء الكابوس الذي يلازم عائلتيهما منذ أكثر من شهر شهد طريق الوطني رقم 11 رابط بين ولايتي مستغانا ووهران انقطاعا بين بلديتي استيدية واسد منصور هذا بسبب تقلبات الجوية التي شهدتها الولاية والتي أدت إلى تدفق كمية كبيرة من المياه نتجة عن انفجار قنوات المياه الصالحة للشرب إذن هذه الحادثة تسببت بشل حركة المرور وإطلاف بعض المركبات التي بقيت محصورة وسط التراب كما توضحه أسور وتخطيها كانت لي أنيس بن حالة في سياق مغاير تحظى قهوة الفرارة بمكانة كبيرة لدى أبناء الجلفة نظرا لخصوصيتها وكونها لازالت تحذر بالطريقة التقليدية نتابع هذا التقرير لزكريا مبداح وحميد عوادي قهوة الفرارة القهوة التي تصنعها على الطريقة التقليدية إذ لا يستطيع أي فرد بيولاية الجلفة تخلي عنها فتحضيرها يتسم عبر وضع غبرة القهوة مع الماء وقليل من السكر فتخلط ثم تترك لتصفى وتقدمها للزبون من بكرين شربوها وجدودنا يشربوها يكون ما نشرباش من رشل الضار يجب أن نشرب فرارة يجب أن نشربها أصباح وعشوها أصباح وعشوها أصباح وعشي أصلها ترقية والجلفة هي معروفة أنها تمتاز بهذه القهوة الفرارة قهوة هذه فرارة معروفة عن دولة ناين بكري نشربوها في هذا الوقت تسموها الشيوخة بكري الضحية نورمال مقاوة الضحية قهوة الفرارة هي مقصد الكثيرين من أبناء الجلفة وأكبر سر فيها أن كل الحديث عن السياسة والانتخابات لا يتم إلا بارتشاف هذه القهوة يوميا أصباح وعشوها لكما تفررش كلمة قهوة يشغع هذه معروفة تاريخيا في الجلفة وفي المنطقة على الجلفة سكان ملايات الجلفة بحيث يستهلكوا هذه القهوة لعدها تاريخ تاريخ قديم فقهوة الفرارة تحظى بما كان كبيرا بالجلفة نظرا لخصوصيتها فهي من عرق تاريخ وتقاليد سكانه وكونها تتميز بميزة خاصة ألا وهي بركباتها البسيطة فقط معظم شهدين وصلوا إلى ختام الموعد المحلي شكرا لكم تخبرني اشتركوا في القناة